مشاهدي قناة باستارت أسهد الأوقاتكم أينما كنتم وبعد الجدل الكبير الذي أحدثه مروان الباتني بمقطع تراند في المسجد ها هو في أول لدهور الله ينفي دخوله إلى السجن ويكشف تفاصيل هذا المقطع السلام عليكم أخوتي جيس بارت كونولا باس ممامو كامل تعرفوني اسمولي مروان خليف من وليد باتنا وحبيت نعطلكم بلك أخوتي وش صارة كامل في التراند هذا كليفات لا غالب عيد خوتي وش ندير عيد كفار نبرر للكم وكشف مو الحكاية هذا كفيديو خوتي درته في النهار لأخرت على رمضان صليت صلاة المغرب درت هذا الفيديو على أساس نية صادقة على أساس نبيه للناس أني مسلم ودرت الغنية تعترند هذيك بارك ترسل للخارج أنا هذيك يا نيتي موش نيتي استنزاء بالدين ولا انتهاك حرمة المسجد والحمد لله نيتي صافيا بيني وبين ربي وثاني حاجة خوتي الناس يقولوا دار غنية في المسجد تلق غنية في المسجد إلهي الله محمد رسول الله أنا مسلم ومطلقنا ناش غنية في المسجد ما درنا أولو خوتيت الغنية درناها في المونتاج مع خرجنا فهمتوا والغنية رأوا التراند في تيك توك حطيتها هذا مكان كيش تلغاش يدار بالباله ومنا وفاصيه ومنا وفاصيته وكي فاصيته الناس كما يقولون داروا عندهم وبيبلياو هذيك هي الحاجة اللي ضرتني بزافورم داروا بالبالة الإعلامية تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستجرام وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في بالستارز على مواقع تواصل الشماعي فيسبوك تيك توك انستجرام